اهلا بحضراتكم جديد وما تخافش على الاهلي لو فعلا الناس كلها عملت ادوارها المطلوب منها في بداية موسم مهم موسم شفنا قرأة الدوري بتاعته يوم 18 هتبدأ مع الاسماعيلي لكن ايضا في المحفل الافريقي فيه كلام كثير ب بعضمة لسانه الاولة في الغرام وما ظنش فيه غرام اكتر ما هو تولت بين الاهلي والاميرة اميرة البطولات القرية دوري ابطال افريقيا بطولة تولت بينها وبين الاهلي غرام حقيقي الاهلي ضعف اقرب منافسيه في حيازة هذا اللقب المرموق اذا كانت بطولة الدوري المصري بطولة الاهلي المفضلة فدوري ابطال افريقيا بطولة الاهلي المحببة لانه حتى الصحف التونسية لما اشرت للاهلي وهزيمة الاتحاد المنستيري منه قالك مالك افريقيا عشر مرات انت بتتكلم في ايه يعني عايزين يقوله للاتحاد المنستيري هارد لك قالك انت خسرت من مالك افريقيا عشر مرات يعني اللحاز هذا اللقب عشر مرات فالاولة كانت في الغرام هذا الغرام بين الاهلي والاميرة استهلوا الاهلي بجولة تونسية مبارح فاز فيها على الاتحاد المنستيري في مدينة المنستير بهدف قاتل برأسية محمد عبد منعم في الثواني الاخيرة لبلس تسعين افريقيا عبد منز مباراة كان ننتظرها الجميع بشغف اللي عايزين يفرحوا بالاهلي زي حالاتي وحالاتك وجمير الاهلي العظيمة ايه واللي عايزين يتطمنوا زي حالاتي وحالاتك وجمير الاهلي العظيمة برضو واللي عايزين يشماتوا في الاهلي وهم معروفين ايه المباراة دي كانت تهم كل الناس ايه وتوقعوا ان المباراة هتكون شديدة الصعوبة وحيقيم عليها كل شيء كنقطة وانا قلتلك ايه قلتلك فيه مباراتين يخصوا النادي الاهلي يهموا جماهير مصر دور الستاشر امام الاتحاد المنستيري على فكرة لسه مخلصي اه طبعا شو تبعوا اولاني الوضع خطر برضو طبعا ما انت لسه فيه مباراة على ارضك طبعا والسوبر المصري امم 28 اكتوبر فابوظوبي اه المطشين دول قلتلك يا رب كده يتكون نقطة بداية عشان تلعب موسم وانت شايف نفسك وقدر التفاؤل والثقة يرجع للعيب المباراة دي بداية كنا نتمناها ايه حقيقة يعني ايه طب اولا عجبني جدا مش عجبني كنت مرتاح لفكرة الغموض اللي فيه الجهاز الفني ايه انه قافل على الفرقة قوي لدرجة انه قلتلك الروح انه دي قافل بالمعنى ان الستاير حوالين الملعب حتى اعضاء الالي ما بتفرجوش على التمرين ايه اللي قافل قافل في التصريحات قافل في المعلومات طريقة التدريب الاعداد يا دقوبك بتعرف مين اللي راجع من الاصابة ومين اللي بيتعالج في الجيم والاخبار التقليدية المطشات اللي دي محدش شاف الاهل فيها لما راح لعب الموقف كان غامض ليه الجميع اللي عايز يفرح وعايز يتطمن واللي عايز يشمد فكان غامض لكن سياق المباراة نتيجة المباراة ما اصفرت عنه كانت فيها الاجابات والموعد السعيد للنادي الاهلي الناس المنصفين طبعا ما قدرش يقوله انت بتفوز خارج ملعبك على فريق قوي جدا مصنف بالشكل ده تاني وتالت ورابع ما اخسرش من اي فرقة وكسب الفرقة الكبيرة كلها بتاعة تونس في هذا الملعب فدي هزيمة يتعرض لها من النادي الاهلي وهو يعني تصريحات مدربة لو كنت شايفها للتنييم قال لك مين بيتمنى قابل الاهلي لان الاهلي ما ام اذا كان برضو الاهلي ما هو كان غامض ما هو صورته الصورة الزهنية لان نادي الاهلي في نهاية الموسم الدور التاني الماضي ما كانتش احسن حاجة لعبته رجع من نقاهه ومن اصاباته ومن راحات فكنا كلنا المباراة دي قدمت الاهلي بشكل يقدر يقول ايه يعني هه يلا بينا نبتدي بداية بإن الله تكون جيدة جهاز فني عائل ما بيرغيش كتير اللعيبة تحس انها هي نفسها حاسة بالمسؤولية حتى استاذ ابراهيم اللي كانوا حاضرين التعليقات ده مران النهاردة على طول يعني الفرقة وصلت مرانت على طولها ده شغل احترافي عالي الراجل قال لهم ايبقى بعد المباراة قاعد معاهم قال لهم لا انسوا بقى الموضوع المطش ده وعلى فكرة انا ما عنديش لعيب اساسي ولعيب احتياطي وعلى فكرة ما فيش حاجة اسمها انا لعبت كويس المطش ده وان مليتش نفس المطش جاء مال انا فيه كل مباراة ليها اسلوبها ولها ناسها ولها جهزيتها كلكم تكونوا جاهزين ومستعدين لحد يعتبر نفسه اساسي ولا احتياطي هاجز ولا حد يعتبر نفسه بعيد وهي دي الفرقة الكبيرة اللي تبقى تسل عملية التداول فيها من غير ما ترهق اللعيبة ومن غير ما ودي على فكرة لما تلاحظ أستاذ إبراهيم برضو وجهت نظره في عدد اللعيبة اللي عايز يمرنها طلع لعيبة مهمة كتيرة للأعارة كانت ناس من جمهور لا أريد عايزها تستنى في الأهل فهو قال ليه ليه قاعد لعيب مميز أنا عايزه في المستقبل القريب ما ياخدش العدد الكافي اللي يستفيد فاني يعني خلينا تابعه وحتى جرعات التدريب مش هتوصله بالقدر الكافي لو العدد زاد ده اللي فكر فيه زياد طارق تحديدا هو لسه زياد ما طلعش لكن صلاح محسن طالع عرب نية البيع على نفس طريق كابتن أحمد ياسر وأولوية أولى في طلب الرجوع للنادي الآلي راح سيراميكا كولوباترا وطبعا قبل كده من بدري في بداية الأسبوع كان طلع العربي بدري لطلع الجيش يعني وأحمد ريان والناس متابعة زياد لسه موقفه لحد اللحظات الأخيرة هيحسن وزياد هيتسجل تحت السن يعني حتى لو عدل كده ما هو عشان كده ما فيش هرولة في اتخاذ خرار بشأن ناس كتير تقولك عدد الصفقات ما خلاص بقى احنا نلعب بالموجود وقولنا أن فيه أخبار أن فيه دراسات جدة جدا للتدعيم في يناير إذا كان الأمر يحتاج بنوعية معينة في اتجاه معين مش هنجيب غير نوعية اللي ترشأ وتضيف في يناير ما محمدكش اللي يناير بقى خلاص إلا الناس اللي تحت السن ممكن يعني مكاسب المباراة دي يا جماعة يعني فك الغموض بتاع مرسيل كولر إن الناس اتطمنت أو يعني عشان ما تبقاش فيه أحكام نهائية المقدمات إيجابية بداية الكلام مطمئن يضاف إليه آه يضاف إليه بس على مستوى الأفراد ومنت على عودة أكرم توفيق وشافته حتى في حالة بدنية ما شاء الله عليه ربنا يحفظه وشاد حسين ياخد فرصة ويلعب مهاجم أساسي برونو سافيو البرازيلي يبدأ وهكذا في بقية العناصر حتى الناس اللي كانت مصابة بقالها فترة زي عمرو السلية أو زي طهر محمد طهر راجعينه بشكل بدني كويس وديكوا شفتوا جانب من تمرينة النهاردة الشغل البدني عند الراجل أساسي يا باشواندس أساسي بس أنت يعني نفسي تسمع كلام فني مني شوية أقول ملوش لازمة خالص أقول كانت كابتر حسن يقول لك أنت هتتكلم في الكرة أه بعد إذنك كابتر اللي أنا عايز أقوله الحاجات اللي أنا شفتها وكانت تمثلي طلبات يعني شخصية يعني كان نفسي أشوفها الفرقة بتلعب كومباكت مفيش تباعد بين الخطور لعبت بتلت مدافعين أي يعني باتنين قلب دفاع ويمين وشمال شكل تقليدي وكأنك تؤدي أمام في ملعبك يعني فمفيش فزع دفاعي لكن اللعب الكمباكت ده أدى إلى إيه حصانة دفاعية طبعا لأنك إنت لما تفقد الكرة يسهل استردادها كمان الحتة دي مهمة جدا فكرة الضغط الجماعي وإن اللي يفقد الكرة نرجع بقى لإيه زمان ما كنتم بقولك مانجلس إيه اللي يفقد الكرة يجري وراها لحد ما يجب هو شفناها في كثير من الأوقات كل دي مؤشرات كنت تتمنى تراها في فريق بحجم النادي الآن كمان التغييرات تغييرات طموحة بتتغير بتدعم الهجوم ايه جريئة الرجل حتى جرؤته واضحة مش لا هي جرأة وفلسفة أداء برضو انت بتدعم شف إن فرقته طب ليه لا منهم سيطرة هو الدنيا ماشية اللعيبة الجديدة قدمت أمارات في الوقت المتاح البسيط يعني تبصت لايش هادي تصرف مرتين ورقص كده وراح معاد دي وراح مرجع لورا اللعيب البرازيل اللمسات توضح مهاراته وتحركاته في كل مكان بيلعب لامسة ولعبة اللامسة ولعبة دي يا جماعة ما هو اللي عايزة إن واحد يمسك ورقص ورقصة صحية دي المهارة لا المهارة أنك تلعب بفكر يسبق أداءك ويكون فكر مناسب للموقف أي فكمان لما تكون بتكسب بيه أرض هي دي سرعة الأداء بقى مش سرعة العدو أي أنت أداءك يبقى سريع مش بالعادو بس العادو مهم في الهجمات المرتدة في الارتداد للدفاع لكن سرعة الأداء أستاذ إبراهيم في أنك توصل لليه أنت عايزه بأقل عدد من اللمسات لو وصلنا لدي هنرجع لأهل المرعب أنك باستمرار أقل عدد من اللمسات ينقلك من الدفاع للهجوم ويرجعك للارتداد الدفاع عشان بسرعة تسترد الكرة ده ملاحظات كده خيبة مني لا ده كلام مهم كمان عودة أو العدالة في الاختيار يعني طبيعي جدا السردبكين الشغالين أيمن أشرف راجع من المنتخب ويسر إبراهيم مدافع كبير ويضاف إليهم عبد المنعم ومحمود متولي فلاقينا محمود متولي أساسي بيتمرن كويس أول فترة اللي فاتت ده تأكيد للانطباع اللي الرجل بيرسخه في الفرقة اللي المهندس عبد الأشار أعلق إليه ما فيش حد أساسي وحد احتياطي فيه احتياجات مباراة واسلوب لعب واحتياجات فريق فرؤية المدرب وفقا لده على أساسها يختار التشكيل فلازم أن الكل يكون جاهز لكن كمان مخرجنا جاهز بفاصل هنطلع له بس قبل ما يطلع فاصل وإحنا كجمهور نكون متقبلين لهذا النوع من وإن هذا هو حق الكوتش أيوة مش عايزين نحطوله بصمارات تشكيله إذا ما ما جاش تشكيله اللي في بالي بقى الراجل ده ما بيفهمش أو أخد منه موقف بلاش فكرة الانتصار لوجهة النظر لأنه في النهاية هو الأدرة اللعبة قدامه كل يوم في التمرين هو عارف كل واحد وصل لكام ميزانه قد إيه احتياجاته قياساته أرقامه تنفيذه للمهام المطلوبة كلنا بنتفرج وكلنا بنتابع ومحدش فينا عنده خلفية أو عنده علم أنه الراجل عايز من اللعب ده بالظبط هي دي أهم نقطة يعني أنت بتقيم وأنا بتقيم انطباعي هو بيقيم على تنفيذ المهام اللي هو شخصيا طالبها كده لما بتقولي الأرقام الوحيد اللي يقدر يدي أرقام اللي في نيته بس اللي قال له اعمل كذا فعمل ولا ما عملش ممكن يطلع لعيب قدام الناس ما عملش حاجة هو عمل كل حاجة وطلب منه المدرب صحيح ده كلام مهم جدا هنطلع لفاصل وبعد الفاصل هنشوف بعد هذا الفوض المهم في المنستير يترى الإعلام شاف اللي حصل إزاي بعد الفاصل